نفأ المركز الإعلامي لمجلس الوزراء رفع سعر رغيف الخبز المدعم تزامناً مع زيادة تكلفة إنتاجه بعد رفع سعر السولار وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن شدد المركز على استمرار نظام صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بخمسة قروش فقط دون أي زيادات على أن تتحمل الدولة فارقة التكلفة الإنتاجية وسدادها لأصحاب المخابز البلدية المدعمة التي تعمل بالسولار من خلال هيئة السلع التموينية وأشار المركز إلى شن حملات لرقابة دورية على جميع المخابز لضمان مطابقة الخبز المدعم لكافة معايير الجودة مع تطبيق العقوبات والغرمات المقررة على المخالفين اشتركوا في القناة